وشيك سفر تجل طالامين مباشرة إلى مقدمة الشوط حيث من تتابعون عبر قناة ياس الرياضية هذا الانطلاق المباشر هنا من قلب الحدث مقدمة الشوط مباشرة أرلي في المركز الأول الخمرية عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي من يقدم لنا الخمرية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ثاني المراكز التزام محمد بن عبد الله بن محمد بن ملين الشامسي من يقدم لنا التزام مع المركز الثاني من قدم لنا التوقيت الأفضل في هذا الصباح يقدم هذا الاسم مع التزام في المركز الثاني ثالث المراكز اللي في المركز الثالث مهابة تعود الملقية علي بن محمد بن حريك المنهالي من يقدم لنا مهابة مع المركز الثالث رابع المراكز تتدخل في هذه اللحظات وتنتزع المركز الثالث مشاهدين الكرام تأتينا مباشرة أرى لهي الشرفة تعود الملكية علي بن سالم بن علي الغيلاني من يقدم لنا الشرفة مع المركز الرابع وتغير إلى الثالث خامس المراكز وفا براك بن جاسم بن براك المسروعي من يقدم وفا مع المركز الخامس المركز السادس تنويه عبدالله بن محمد بشين الكثيري النقل مباشر إلى سابع المراكز والوصول أيضا من ملامح أحمود بن حمد بن علي العمري من يقدم هذا الاسم لملامح مع المركز السابع ثامن المراكز انطلاقه مباشر في هذه اللحظات على الهضن عمران بن حمد بن محمد بمرحومه العامري من يقدم هذا الشعار والانطلاق مع المركز الثامن نشوف اللي في المركز التاسع لناتي بالعشر لوائل من تزين أرضية هذا الميدان شواهين حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي عاشرية المراكز وختام النداء الأول أرامزنا حمد بن عوض بن زيتون المهيري هكذا النتيجة والنداء للعشر لوائل المنطلقة من خلال هذه المنافسة ولكن مقدمة الشهوط والمركز الأول الخمرية الخمرية ما زالت في مقدمة الشهوط لعبدالله بن سعيد بن عامر النيادي باحث عن السلامات أن تهدي أهالي مغافة هذا الفوز والانتصار وليس بمستغرب لهذا الشعار مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني التزام محمد بن عبدالله بمنينة الشامسي من يقدم لنا التزام مع المركز الثاني ثالث المراكز أرى اللي هي مهابة علي بن محمد بن حريك المنهالي من تتقدم مباشرة ولكن القادمة الواصلة ملامح ملامح تغير إلى المركز الثالث تعود الملكية لحمود بن حمد بن علي بن خميس العمري أهالي السلطنة قادمين للمشاركة في مهرجان الظفرة المركز الخامس خامس المراكز تنطلق مباشرة في هذه اللحظات يا سلام وتصل أرى اللي هي القيون القيون أول ذاعة للقيون راشد بن خادم بن راشد المهيري تتقدم مباشرة وتأتي مع المركز الخامس المركز السادس تأتي اللي هي ظن عمران بن حمد بن مرحومة العامري مع المركز السادس المركز السابع وصلت لأسماء صبر محمد بن علي بن غصنة العامري من يقدم لنا صبر وأول ذاعة لصبر تأتي مع المركز السابع ثامن المراكز من الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام مودة عبيد بن حمد بن دحروي العامري من يقدم لنا مودة والقدوم القديد هناك من النشلة سالم بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا مشاهدين الكرام المنافسة من أجل نيل شرفي النموس نعود إلى الصدارة نعود إلى مقدمة الشهوط إلى المركز الأول الخمرية الخمرية هي في مقدمة الشهوط ودخلنا أجواء الكيلومتر الأخير والخمرية مع البداية ومع الصدارة عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي مع مقدمة الشهوط التزام مع المركز الثاني اقتربت الاسماء محمد بن عبد الله بن منينة والشهوط اللقاية المركز الثالث من تنطلق مباشرة وتأتينا في هذه اللحظات ملامح أحمود بن حمد بن علي بن خميس العمري يقدم لنا هذا الاسم رابع المراكز من تأتي في هذه اللحظات القيون راشد بن خادم بن راشد المهيري ولكن لنا عود إلى الستمائة متر الأخيرة وهل مغافة بسيطرون مع البداية ومع مقدمة الشهوط الخمرية الخمرية بدون أن يتوامر على الإطلاق المباشر هي من تسيطر إلى مقدمة الشهوط هنا تنطلق بناموس هذا الشهوط الخمرية الخمرية يا سلام هي من تسيطر تعود الملكية لعبد الله بن سعيد النيادي المركز الثاني أهالي السلطنة قادمين للمشاركة هناك ملامح 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 قادمين للفوز أهالي السلطنة ملامح واتضعت ملامح الشهوط الخمرية الخمرية هي الأقرب إن لم تكن ملامح اللحظات الحاسمة اللحظات الأخيرة الخمرية الخمرية ما سلمت الخمرية ما ترضى إلا بالفوز ما ترضى إلا بالانتصار سلو أمغافة سلام سلام النيادي سلام تهانينا لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي على هذا الفوز والإبداع وسلام ومغاف السلام ملامح ثانيا حمود بن حمد بن علي بن خميس العمري المركز الثالث التزام عمد بن عبد الله بن بنينة الشامسي المركز الرابع من وصل رابع المراكز هنا مشاهدين الكرام اللي الشهنية سلطان بن عبيد سلطان بن عيل بن سعيد بن علي كيبي أول لدعا لها مع المركز الرابع خامس المراكز نشوف اللي في المركز الخامس هناك اللي هي سمحة نصيب بن سير بن يقبع العامري وأول ذاعة لسمحة نذهب مباشرة إلى الخمرية توقيتنا الزمني ست دقائق ثلاث ثواني سبعا من الأجزاء تهانينا لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي وسلام أم غافة سلام على هذا الفوز والإبداع والانتصام ثاني المراكز ملامح حمود بن حمد بن علي بن خميس العامري ست دقائق أربع ثواني وجزين من الثاني تهانينا وناموس لهذه السلطنة والثانية لك العامري مع المركز الثاني ما قصرت قدمت أرد شكر عليه ست دقائق خمس ثواني جز واحد من الثاني اللي هي التزام محمد بن عبد الله بن محمد بن ملينة الشامسي تهانينا والناموس لجميع الفائزين ولكن الفوز والانتصار والسلام يذهب إلى هالي مغافة من ميدان الظفرة